بعد توقف دام لسنوات يعاود هؤلاء الشباب الأعضاء في نادي خنفر الرياضي بمدينة جعار ممارسة نشاطاتهم بعد وصول المعدات الرياضية للنادي والتي جاءت تكريما لإنجازات اللاعبين بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في المنافسات المحلية المكتب الشعب الرياضة هي سامع على الأندية كاملة تنفيبها الأندية كاملة تنفيب المدينية أو على مستوى المحافظة لمساعدة الأندية في توفير الشباب الأدوات والمرتزمات وتوفير كل مهتهاقاتهم الاهتمام النسبي الذي جاء اعترافا بما حققه اللاعبون لم يكن كافيا للنهوض بالواقع الرياضي في محافظة أبيان خصوصا وأن معظم الأندية هنا تواجه الكثير من التحديات أبرزها غياب الاهتمام الحكومي وعدم تفعيل دور مكاتب الشباب والرياضة في عموم المديريات عندنا في ملاعب مدمرة منها ملعب البيتي الذي اعتمد له تأهيل وترميم في مشاريع خليقي عشرين ويعتبر من المشاريع المتعثرة أيضا ملعب نادي بناء رياضي اعتمد أيضا بمقر وتسوير الملعب لكن للأسف الشديد هذا المشاريع متعثرة أيضا شراء أرضية لنادي الهلال الرياضي بمدينة يعار أيضا توفير أدواء باصات اللي هو الوسائل النغل بالنسبة لبعض الأندية للحد الآن هذه تعتبر من المشاريع المتعثرة إذن جملة من التحديات يشهدها الواقع الرياضي حيث يؤكد الرياضيون من خلال احتجاجاتهم المتكررة أن بقاء الجزء الأكبر من المنشآت والملاعب التي تعرضت للدمار خلال فترة الحرب على حالتها وعدم تأهيلها أحد الأسباب الرئيسية لترد الوضع الرياضي ما يعني تراجع مستوى القدرات الشبابية وخروج الأندية من المنافسات الرياضية نتيجة الإهمال وفشل الجهات المسؤولة في استعادة نشاطها وتطويرها لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان